موسيقى مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم نلتقيكم في هذه اللقاءات الميدانية التي نجريها معكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية مشاهدين الكرام حقيقة ان خطر هذا الفيروس فيروس كورونا هذه الجائحة كوفيد تسعة عشر وبموجدها الثانية التي ينبغي على الجميع اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقاية من هذا الوباء المتفشي كثيرة هي تلك الاجراءات الاحترازية دولة رئيس مجلس وزراء دكتور معين عبد الملك التقى بالعديد بالوزراء المعنيين في ذات الجانب قال الصحي والتعليمي وغيرها من الجوانب التي وايضا مع محافظ محافظة عدن وغيرهم وذلك للحديث حول ماذا حول الوقاية من هذا الفيروس وايضا اتخاذ الاجراءات الصحية للوقاية وايضا لتفادي خطر انتشار هذا الوباء وايضا للحد من انتشار هذا الوباء كل ذلك ايها السادة الكرام جهود حثثة تبدل من قبل المحافظات في اليمن بشكل عام هنا في عدن وايضا في ابيان في لاحق وغيرها ونحن هنا في محافظة ابيان نزلنا الى العديد من المراكز الصحية ايضا التقينا بالعديد ممن لهم اختصاص في المجال الصحي وذلك للتعرف عن اكثر وان نكون اكثر قربا حول تلكم الاجراءات الاحترازية المتخدة في هذه المحافظة معنا للحديث اكثر معنا الدكتور جمال امديب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة ابيان دكتور جمال ناصر امديب ما هي الاجراءات الاحترازية التي سعدت بها وايضا الجاهزية القصوى التي سعدت بها محافظة ابيان وذلك لتفادي خطر انتشار هذا الوباء فيروس كورونا بموجته الثانية تفضل شكرا لقناة عدن على زيارتهم لتفقد مركز العزل كوفيد 19 محافظة ابيان المركز في مستشفى جونجوبار حقيقة نحن منذ الجايحة الاولى ونحن في استعداد يعني لن نتوقف يعني لن نتوقف لدينا مركز المحافظة اشقال لاستقبل حالات اشتباه يوميا اشتباه يوميا حاول نفصل من الحالات الحالات اللي يعني اكثر اشتباه ناخذ منهم مسحات ونرسلهم الى عدن لعدم وجود معنا جهاز البي سي ار صراحة نحن استلمنا جهاز بي سي ار ناقص على اعتبار انه سيكمل الا انه باللغنا انه سيستبدل هذا الجهاز بجهاز اخر مكتمل لحد الان عادة لم يصلنا ما اصبحت المراكز يعني جاهزة مركز العسل والمستشفيات المركز العسل منذ الجايحة الاولى وهو شقال بطاقم عامل مختلف سواء كان في قرفة الانعاش او التمديد او الاستقبال طاقم الوظيفي 36 ما بين طبيب وفني وتمريض وعمال خدمات وحراسة الساعة السريرية 50 سرير لدينا 10 اسرة من جهاز الانعاش مع جهاز التنفس الاصطناعي يعني من بين خمسين السرير 10 فقط والبقية ثلاث سرة هذه هذه العناية المركزة هذه قرفة العناية المركزة هذا عشرة عشرة سنة مع ملحوقاتها نعم سواء كان الجهاز التنفس الاصطناعي او المعدات والمعدات الاخرى اربعين هو للترغيد للحالات اللي يعني متوسطة ووضع الحالة الشديدة والتي تدخل ننقلها الى قسم العناية المركزة نحن منذ الوهلة الاولى الان اللي اختلف الوضع انه الكادر الطبي صار يعني متدرب خلاف عن الفترة السابقة ساد هذا نوع من التخوف من الارتباك في الطاقم نحن منذ بداية الكوفيد 19 لن ننقطع بتدريب وتأهيل الكادر العامل سواء العاملين في العناية المركزة او القائمين والعاملين في المركز بالاضافة الى التشديد على الترصد الوبائي بالمحافظة بما يخص كوفيد 19 هناك اضافة فرق للمديريات مكونة من طبيب او مساعد طبيب ممرض او فني مختبر او مساعد فني مختبر هذا لا ست عشر هم ثماني بثمانية يشكله زوجي طبيب او مع فني مختبر او مساعد طبيب مع فني تقسم المديرية الى ثمان ثماني مربعات هذا لا مختصين بالترصد الكوفيد 19 فقط بالتالي لاكتشاف المبكر له حالات اشتباه بالاضافة الى النصايح والتوعية التي يمكن أن يقدمها هذالك المتدربين دربنا مقارب 572 متطوعة مجتمعية في مقال التوعية للغاية من كوفيد 19 منتشرين على طول وعرض المحافظة في كل المديريات بالاضافة الى التدريب للعاملين الصحيين في المراكز والمستشفيات في المحافظة بالنسبة للإستعداد نحن نشعر انه قاهزين اختلاف علينا مستمرين نحن نحن مستمرين منذ مارس 2020 والان عام كافي بالتدريب والتأهيل والثقة الثقة لدى الكادر الصحي عندنا ازيل التخوف الان كثير كان في الفترة السابقة مع بداية كوفيد 19 تهربوا وهربوا علينا هربوا في البداية دربناهم وما ظهرت اول حالة اختهوا بقول قلة قليل وعانينا نحن عانينا في البداية وخاصة في بداية الشهر الاولى من جاية كوفيد 19 لكن الان هؤلاء اكتسبوا وثقة بانفسهم وعارفين كيف الطرغ الوقاية وكيف التعامل مع مرضى المصابين بكوفيد 19 نحن بالنسبة للتايب 2 الان حالتين وهذا حالتين لمقتربين مقتربين واحد من بريطانيا مقترب من مديرية رصد واحد برضو مقترب من مديرية خنفر السعودي اكتشفه في مستشفيات الخاصة في عدن سجلت على حساب ابيان هنا كم؟ هنا في ابيان؟ في ابيان بالنسبة للتايب 2 ما بيش في اشتباه لكن عند الفحص يطلعوا نيكتف لكن احنا نتوقع طالما ان بعض حالات طلعت ممكن في شبه وفي سيئون في مكلا والخط مفتوح والاختلاط موجود يعني نتوقع ان تطور حالات هنا وهنا في المديريات القريبة من اماكن التي اعلنت ان ظهور عندهم بعض الحالات المركز صراحة يفتقر للموازنة التشغيلية لا توجد ميزانية تشغيلية لتشغيل المركز لماذا؟ ليست وزارة الصحة ترفدكم بالميزانية التشغيلية؟ قدمت وزارة الصحة ميزانية تشغيلية بشكل ثابت يعني ميزانية لم تقر هناك كان تعطينا وزارة الصحة عهد مالية من بند الطوارئ نشغل فيه المركز نحفز منه العاملين لانه سنة للان منظمة الصحة العالمية دفعت شهرين وفي ديسمبر شهرين فقط لهذا الطاقم سنة هذه الفترة الأولى والحرقة ولدها كانت ما قدمت لنا وزارة الصحة فقط لان علينا التقضيتهم والتقضية النزلة توفير المياه في اصلاحات يومية في كاربا في السباكة اه تمويل تمويل اولا من ضمن النواقص ان يجب ان يكون هناك اشعة انك تعمل اشعة الصدر لا يوجد جهاز اشعة نعم كنا موعدين بجهاز اشعة ثابت او جهاز اشعة متحرك بارتبل كسرية لكن هذا الموعدين والان لا يصال المولد 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 الكهربائي غير كافي غير كافي يستشغيل الجهاز والمعدات الموجودة بالاضافة الى مختبر يفترض ان يكون مختبر ايوا مختبر موجود اه ما فيش مختبر نحن الان نستعين بشعة مستشفى زنقبار ومختبر مستشفى زنقبار هذا يطلب افلام والتحميض ويتطلب محاليه الخاصة بالسيبي منين اللي لم تكن هنا لك موازنة بالفعل ميزنة بجهاز والشعار ان العلاق مجاني في ظل لا توجد موازنة اه 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 اهده صفية في اكتوبر من اكتوبر الان لنا ما يقارب اربعة شهر ها داخليمتو الاربعة بالخامس داخليم في الخامس الشهر اه لم نستسلم اي عهده مالية اه توقفت تقضية ما قدرناش عندنا ديون الناس اه توقفت بعض الخدمات اه اه ديزل اه منظمة حوالي شهرين نعم وعطتهم من سنة من سنة شهرين اما بالاستعداد نحن مستعدون معنويا معنويا وفنيا مستعدين لكن يبغى الجانب الاخر اللي تحفز بالناس انه لك عربات تقوم بالمديريات تقوم بهذا الواقب اه فرق الترصد برضه تقوم بهذا الواقب اه تنزل حالة اشتباه يعني نزل الحالة السباة يخذوا منها يعطوها معلومات اه يعملها حاجة اسمها اه المخالطين اذا فينا لك مخالطين اه يفهمهم ايش ايش الطرق الوغاية وما هي العراض ما هي العلامات التي يجب ان اه يتواصل مع اقرب مركز صحي اه وعندنا بيانات ومعلومات بلاغات يوميا عندنا قرفة عملية شقالة على مدار الساعة نعم نعطي تغرير عن الوضع الوبائي في المحافظة يوميا يوميا متواصلين مع غرفة العمليات بالوزارة متواصلين مع اه السلطة المحلية يعني عندنا بيانات اه يعني بلاغات لكل الامراض سواء كانت كوفي سواء كانت الكوليرا سواء كانت الضنك سواء كانت الملاريا كانت كل الامراض المعدية المعدية اه فيها بلاغات يومية نعم انت بحق الان لما دا في القانب الصحي بالدات اه بالنسبة للا نحن امس مولنا باه معدات الوقاية والتنظيف اه وقد نسل من استلم من استودعات هذا من اليونسف اه اما قد نسل ان استلم اه من من الادار العام للمداد والتمويل الدوائي بالوزارة اه بنظه اه وسائل الوقاية والحماية والنظوات والنطهرات اه نحن من السبوع الجاي سن نتوزيع نوزع على كل المراكز في المديريات ووجهنا خطاب برفع القهزية والستعدام الجانب اللغائي والتحذيري اي فرد لم يتخذ الاقذاءات الاحتياطية لي مارس العمل هذا ما ما حنا قمنا به وان شاء الله ان حافظتنا والبلادنا ان ان يهرب يهرب منها كفاية اللي فيها يهرب كوفيد 19 طيب 2 ما يدخلش المحافظة اللي فيها يكفيها اللي فيها يكفيها اللي فيها يكفيها المحافظة محافظة محافظة منكوبة بمعنى الكلمة منذ 2008 الى يومنا هذا وهي المحافظة منكوبة مطلوب من الدولة والسلطة اخذ بيد هذه المحافظة الى ان تستغيم ثم سيهدون ابيان ماذا ستكون بعد ذلك ان لا يتخلوا عن هذه المحافظة التي هي يعني لها دور في كل المجالات ما تكون حاية حاضرة رغم قراحها رغم الوضع اللي التي تعيشها الا انها حاضرة في كل المناطفات لذا نناشد دولة بالتوقيه 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 للجهات المختصة باعتماد موازنة تشغيلية للمراكز ونحن اول محافظة مش ايرادية محافظة اماك الارادة الزراعة مدمرة بالتالي يعني ما بيد السلطة المحلية بمحافظة اي شيء تقدر تقدمه لانه يعني ماذا تعمل اذا كان ما فيش عندها ايرادات فيه نقاط لكن اكثر مجيهم سيطر عليها سيطر عليها وبالتالي نحن معتمدين على وزارة الصحة ما تقدم لنا وزارة الصحة مشكورة اه وغفت في احلاك الظروف الى اكتوبر صفينا ما علينا ديسمبر نوفمبر يناير فبراير والان احنا اول يوم اليوم اول امس او اليوم اليوم او المارس اه اليوم او المارس يعني داخلين في الخامس الشهر ما فيش انهم خلصوا لعدة حق الطوارئ ومتنظرين تشكيل حكومة وبعنين تشكيل حكومة ما تمارس الحكومة عملها واقعت الحكومة الآن بعد تشكيل الليقنة الفنية واعدين الليقنة الفنية سمعت ان وزير المالية واعترض على الاهد المالية هذا نحن نضم صوتنا الى صوت نحن ايه ثلاث محافظات امانة حقيقة نحن نمبر ون وضالة ولاحق ثري هذا المحافظات اللي ليس لديها اه اه اسه ايرادات مالجا هذه مظلومة بحتاجه للافتق نظر من السلطة العلية مثل برئيس الوزراء دكتور معين ابن الملك والاستاذ الدكتور اهه محمد قاسم بحيبة وزير الصحة والاعمة ان انظروا لهذا بصورة استثنائية لهذه المحافظات ونحن أول هم إن شاء الله هذا الذي اتمنى الجميع تفعيل دور القطاع الصحي وذلك لما له من أهمية سأن كان في محافظة أبيان أو غيرها من المحافظات فبالتحديد لمحافظة أبيان لما تعانيه هذه المحافظة من معاناة شديدة حقيقة وإقراءة احترازية ستفات التخاذ إن شاء الله من قبلكم أيضا أنتم في المركز العزل بالتحديد والمستشفيات وذلك لاستقبال مثل هذه الحالات التي لا سمح الله إن ظهرت هذه الحالات لكوفيد 19 وأنتم ستكون على أتم الاستعداد إن شاء الله لمواقهة هذا الخطر هذا الوباء في هذه القايحة بالتحديد كل ما أخيرا نحن قاهزون نحن قاهزون نحن قاهزون فنيا قاهزون لكن يبقى كلنا قاهزون واشتغلنا في الأشهر الأولى في ظروف صعبة ما فيش حتى كانت العهدة استلمنا العهدة بعد رمضان بعد رمضان نحن نتعلم بظروف صعبة لكن نريد أهم الدولة أن تأخذ بيدنا تأخذ بقدية بيد محافظة أبيان لعام واحد بس بعد العام هذا سننافس زي ما كنا الرياضة النافس المحافظات اللي عندها أمكانيات سنريع على أعتقد وسنتقلب أبيان لديها كوادر لديها أمكانيات بشرية في كل المجالات وهي بحاجة بس فقط إلى الأخذ بيدها لما عانته وما تعانيه لحد اليوم بالفعل هذا صحيح شكرا لك دكتور جمال ناصر أمديب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة أبيان كنا مع لقائه ونلتقي أيضا مع لقاءة أخرى وأيضا نزولا ميدانيا في المستشفيات ومراكز العزل هنا في محافظة أبيان لنتعرف أكثر حول الاستعدادات الجارية وذلك لتفادي خطر انتشار هذه الجائحة كوفيد تسعة عشر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وكيفية أيضا الحد من انتشاره ابقوا معنا مشاهدين مدينة نجري هذه اللقاءة الميدانية حول هذا الموضوع الذي يهم الجميع حقيقة وهو كيفية تفادي خطر هذه الموجة الثاني لجائحة كورونا والوقاية منها خطر هذا الوباء معنا دكتور ياسر بعزب أستاذ في قسم الإعلام في جامعة عدن في كلية الأداب وأيضا المدير العام للإدارة الإعلامية في محافظة أبيان أستاذ دكتور ياسر بعزب حدثنا أولا حول دوركم أنتم التثقيفي والتوعية الإعلامية بشكل عام حول هادي الجائحة الموجة الثانية لفيروس كورونا كيف ستتم في محافظة أبيان هادي التوعية بشكل عام لجميع ابناء محافظة أبيان وغيرهم هياكم الله أخوة العزيزة ونرحب بغنات عدن الفضائية طبعا الاستعدادات قارية على قدم النساء خاصا في مقال التصدي لجائحة كورونا المرحلة الثانية طبعا محافظة أبيان خطوات خطوات إيجابية في التعامل مع الوقاية للفيروس خاصا في العام 2020 بقهود محافظة محافظة أبيان اللواء أبو بكر حسين سالم وأيضا لقنة الطوارئ التي كانت تعقد بشكل مستمر خلال وجود جائحة كورونا في عام 2020 عملنا خطات عمل شاملة على مستوى المحافظة إلى جانب خطة خاصة بمكتب الإعلام في مقالة توعية الإعلامية نفذنا العديد من الورش العمل نفذنا عديد من المبادرات التوعوية الشبابية شارك فيها التحادس اليمان شارك فيها الشباب شارك فيها أيضا الشباب والرياضة المنظمات المجتمع المدني الصحة على مستوى محافظة أبيان إلى جانب قمنا بحملة توعوية ومبادرة نفذت على مستوى جميع مديريات محافظة أبيان تحت شعار معا للوقاية من فيروس كورونا إلى جانب هذه الحملة ورش عمل نفذناها إلى جانب حلقات نقاشية إلى جانب فلاشات توعوية بثت عبر القنوات الفضائية ومنها قناة عدن حاليا قدمنا خطة متكاملة للاستعداد لقيادة السلطة المحلية على أساسنا نكون نحن مستعدين في محافظة أبيان محافظة أبيان تعرف محافظة أبيان عانت الكثير والكثير والحرب مؤخرا في محافظة أبيان قعدت محافظة أبيان بحاجة إلى كثير من الخدمات ومنها الجانب الصحي فلذا الاستعداد للقاحة كورونا في محافظة أبيان تقريبا على قدم النوساق من خلال خطة عمل متكاملة من خلال برامج صحية برامج تثقيفية التعاون بين جميع القهات المسؤولة في مجال التصدي لقاحة كورونا والمدارس والشباب التربية والتعليم كل المرافق لدينا لجناها طوارع على مستوى المحافظة جميع الجهزة التنفيذية الذات العلاقة وأيضا منظمات المجتمع المدني برئاسة الأخ المحافظة الكل يعمل لأجل أن نتفادى هذا الجائحة لا قدر الله الموجهة القادمة من جائحة كورونا ولكن رغم الصعوبات في محافظة أبيان إلا أن القهود تبذل وأيضا الإمكانيات رغم شحتها لكن وجود هناك عزيمة لتصدي لهذا الوباء نعم إن شاء الله بالفعل العزيمة هي لتفادي خطر هذا الوباء وأيضا أن هناك حرى الظهرة ولكن يجب أن يكون هناك من تفادي ذلك وأيضا للحد من انتشار هذا الوباء بإذن الله أكيد ونحن من خلالكم من خلال قناة عدن نؤكد أن محافظة أبيان حاضرة رغم المآسي رغم الحروب رغم كل شيء ما معانت محافظة أبيان إلا أنها حاضرة وبقوة وبحاجة إلى كل القهود أبنائها وخاصة في خلال الأزمات لاحظنا في الفترة السابقة لقائحة كورونا أن أبناء محافظة أبيان كان لهم دور إيجابي نحن في مكتب الإعلام تفاقعنا أننا عملنا حملات تبعوية وعملنا نداء للجميع فلب الجميع النداء ونفذت حملات تبعوية بشكل مستمر على مستوى المديريات المحافظة عبر السيارات القوالة عبر البرشورات والمطويات عبر استهداف المنازل عبر النساء عبر أمور كثيرة أستعنى من خلالها أن نكون في أبيان حاضرين في مكافة هذا الوباء الذي نسأل الله أن يحده ونسأل الله أن يجنب الوطن هذا الوباء وخاصة في ظل الوضع الاستثنائي والصعب الذي تعيشه اليمن أيضا أنتم في مكتب الإعلام مديرا عامل الإعلام في محافظة أبيان سترسموا نفس هذه الخطة التي كانت تسابقا في العام الماضي سيكون الآن في العام الهذا يعني العام 2021 وأيضا حيث أن رئيس الوزراء مثلا بدكتور معين عبد الملك سعيد قد التقى بالوزراء وذلك لمناقشة لقراءات الاحترازية التي لا بد أن تكون مع العديد من الوزراء مثل الوزراء الصحة ووزراء التعليم يعني الوزراء المهمين الذي من خلالهم سيكون للحد من هذه الضاهرة من هذه القائحة قائحة كورونا فبالتالي أنتم هناك في مكتب الإعلام ما ستكون لكم دورا كبيرا وذلك للتوعية الإعلامية المباشرة من خلال ما ستقومون به من خطط وبرامج تتقيفية وتوعوية للجميع نحن بالأمس أختي العزيزة كان اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة أبيان ناقشنا فيه الاستعداد الكامل لقائحة كورونا المرحلة الثانية نحن قدمنا الخطة متكاملة لقياة السلطة المحلية ونحن جاهزين حاليا للتنفيذ أكيد ومحافظة أبيان كما أشرت أختي العزيزة مديرياتها مترامية الأطراف وبالتالي بحاجة إلى جهد كبير بحاجة إلى خطة شاملة خطة عاملة جميع مديريات المحافظة نحن نتكلم على مكتب الإعلام بصورة خاصة ونتكلم كممثلين للمحافظة للقناة العليا للطوارئ لدينا خطة خاصة بمكتب الإعلام ولدينا أيضا خطة شاملة تشمل جميع مكاتب المحافظة برئاس الأخ المحافظ خطة متكاملة نفذناها في عام 2020 والآن ننفذها إن شاء الله في عام 2021 ونتجاوز كل الصعوبات وكل العراغي التي واقهتنا في عام 2020 لكي نستطيع أن نحد من هذا الوباء الذي يهدد أمن واستقرار الوطن صورة خاصة والعالم بشكل عام فلهذا دور الإعلام هو دور إيقابي وحيوي لا يقتصر اليوم على النقل المعلومة والخبر إنما الإعلام أصبح اليوم شريكا فاعلا في التوعية في الأرشاد في توقيه الناس في تثقيفهم في كيفية أن يتقنبوا هذا الوباء فبالتالي نحن في مكتب الإعلام وممثلين أيضا نحن في مكتب الإعلام وفروعنا في جميع مديريات محافظة أبيان إلى جانب الإعلاميين على مستوى المحافظة بكافة انتماءاتهم السياسية والحزبية الموضوع حم الجميع وأستعنى المرحلة الأولى أن نكون لكل حاضرين والجميع في أبيان خلال الأزمات تتصدر المشهد بقوة وبتكاتف وبتراحم وننسى كل خلافاتنا لأجل الوطن بصورة عامة ومحافظة أبيان بصورة خاصة إذن نتمنى لكم كل التوفيق والنقاح شكرا جزيلا لكم وأيضا نسأل الله السلامة لمحافظة أبيان لجميع المحافظات هنا في اليمن من خطر انتشار هذه الجائحة جائحة كورونا في موجتها الثانية شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا ونشكر قناة عدن هذه القناة الجميلة التي أستطاعت أن تكون حاضرة في محافظة أبيان بشكل مستمر في أفراح محافظة أبيان في الأزمات أيضا في مجال التوعية في نقل الأخبار وأيضا الأنشطة وبشكل عام نشكر قيادة قناة عدن نشكر كل العاملين ونشكر أختي روى والطاغم العامل معك في هذا البرنامج ونسأل الله أن يجنب الوطن كل شر شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين الكرام ما زلنا وإياكم نتواصل في هذه اللقاءات الميدانية معنا دكتور وضاح المحوري مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة أبيان دكتور وضاح بداية مرحبا بك عبر شاشة قناة عدن الفضائية نحن نتحدث حول مواجهة يعني كوفيد تسعة عشر بمعنى استعدادات محافظة أبيان سواء كان في القانب الصحي في التعليمي في غيرها من المجالات ذلك لمواجهة خطر هذه الجايحة للموجتها الثانية لفيروس كورونا كوفيد التسعة عشر ما الذي استعدت به ما الذي استعد به مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة أبيان من إجراءات احترازية وقائية لتفادي خطر تفشي هذا الوباء بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكر تلفزون عدن الفضائية على نزولها لتقصي مدى الأجراءات المتخذة من قبل مكتب التربية والتعليم في محافظة أبيان طبعا الأجراءات الأولية لا بدون تتخذ من قبل وزارة التربية والتعليم حيث تم تعميم قبل أربعة أيام هكذا تقريبا من قبل معالي وزير التربية والتعليم بإجراء الامتحانات النهائية لمراحل النغل بما فيها الصف التاسع قبل رمضان بعشرة أيام نحن بدأنا استدادتنا وعممنا على مكاتب التربية في المديريات برفع لنا ما قطع من المنهاج لأننا لا نستطيع أن نبدأ في عملية تقديم الامتحانات ما لم نعرف ما قطع من المنهاج حتى يسلنا لنا تحديد فترة الامتحانات وفقا وقرار معالي وزير التربية والتعليم قد نسيجي يكون معنا اجتماع مع مدراء مكاتب التربية طلبنا منهم رفع ما قطع من المنهاج حتى في ضوءها نستطيع أن نقول نستطيع أن نقدم الامتحانات أو تأجل الدراسة إلى أن نخرج إلى بر الأمان من هذه الجائحة التي حتى الآن نحن في محافظة أبيان من خلال مواصلة تواصلي منذ يومين مع مكتب التربية والصحة في محافظة أبيان الدكتور جمال الضيب حتى الآن لا توجد إلا حالتين يعني أتوا من الخارج ولكن مسيطرين عليها أي مسيطرين عليها اتخذت الأجراءات اللازمة طبعاً اكتشفوا في محافظة عدن حتى الآن مشافي أبيان خالية من هذا المرض النوع الثاني طايب تو في بالتالي نحن يعني في حالة التؤهب من خلال ما سنتلقاه من مكتب التربية من وزارة التربية والتعليم مثلاً بوزيرها حسب معلوماتي أنه رفع إلى دولة رئيس المجلسة للوزراء مذكرة من قبل معالي الوزير تشرح لهم حول هذا الوضع ما هي الأقراءات التي يتخذوها ليتم موافقتهم واتخاذ الأقراءات التي يتخذ يعني لمحاولة لا سمح الله انتشار مثل هذه الجائحة الخطيرة على مستوى اليمن ونحن بدورنا في محافظة طبيعي بكل تأكيد نعم أنا كنت اليوم في لغاة مع مدير مكتب الصحة بالمحافظة على أساس سيزودنا ببعض الأشياء التي وصلتهم من اليونسف لدينا بعض إجهزة إجهزة قياس درقة الحرارة وتم توزيحها من اليونسف قبل فترة نعم الكشف الحراري أيوة تم توزيحها المدارس وقعنا المدارس بعملية عدم قبول أي طالب إلا بعد كشف يعني من خلال تؤكد من درجة الحرارة عند أي طالب حيث أنه لا تساعدها لانتشار هذا لا سمح الله بين الطلاب نعم نتمنى نحن يعني من وزارة الصحة من الحكومة بدعم مكاتب التربية أعطتوا قيهات بمساعدتنا في بعض المواد الطبية المتعلقة بتجنب أبنائنا وطلابنا من هذه القائحة وممكننا استخدامها في فترة حتى تنتهي الامتحانات التي ستبدأ تغريبا وصلنا إلى التفاق لأن حتى الآن المعلومات التي وصلتني أن أغلب أدارات التربية ومكاتب التربية في المديريات بعد متابعتها يعني تم إنجاز أكثر من 50% وهذا اللي ممكن نستطيع من خلاله أن نعلن أن متابع الضبط سيتم تحديد الامتحانات سيكون قدر مناغش حول هذا الأمر وإن شاء الله سنخرج منها برؤية واضحة وسنرفع يعني توقيه عام لكل مديريات المحافظة متاسد الامتحانات ونتمنى إن شاء الله من الله أن يجلنا محافظة أبيان من هذه القائحة محافظة أبيان محافظة من كوبا كما تعلمون تعرضت منذ 2011 إلى حرب القاعدات ثم حرب الحوثي تضررت كثيراً البنية التحتية في محافظة أبيان تحتاج إلى عادة بناء تحتاج إلى تكاتف الجهود سواء كان من الحكومة من أبناء المحافظة حتى نستطيع أن نعيد محافظة أبيان إلى ما كانت عليه هذا وشكراً نعم الامتحانات ستكون يوم بعد يوم نفس المنهج يعني نفس حق مدينة على محافظة عدن هناك نعم قرار نحنا حتى الآن في تشاور أنا حتى الآن مع بعض المدراء أليس ضغط على الطالب على أولياء الأمور لا شوفي أقول لك لا نحنا حتى الآن أنا في تشاور قريتاً مع بعض المدراء التربية في حالة أنه هم أكدوا لي يعني كل المدراء مكاتل التربية أنه حتى الآن أنه مغطع منها أكثر من 50% لأنه كما أسألت إذا كان في مدرية أو أخرى أنه لم يتم قطع مثلاً من المنهج 50% فبالتالي لا سطيع نقول امتحان وغرر لأن هذه كارثة لابد أن نخذ الأمور يعني بطريقة تتناسب وعملنا فحسب يعني ما وصلني إنه يعني إن شاء الله كل المكاتب التربية في المدرية تقطعات يعني من خلال تواصلها مع مدرنا المدارس إنه قطعوا أكثر من 50% نحن هكذا كانت في تشهورات حتى الآن وأنا لا أحب أن أفشي لكن إنه ممكن يكون أول وثاني وثالث أضافتني إلى صف الأول ثانوي تبدأ أمتحاناتهم من 25 باغي المراحل تبدأ من 28 بحيث أنه يكون للطالب فرصة يوم يوم لأمتحان نعطي للطالب فرصة في المذاكرة والغراءة والاستعداد التام بحيث أنه لا نضغط على الطلاب يكفي يعني إذا نعطي لهم فرصة للقراءة والذاكرة أو نعطي لهم فرصة للراحة أيضا أي ما يكون يوم بيوم إرهاق أي إرهاق وضغط على الطالب بالفعل إذن نتمنى لكم لقهودكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله ونسأل الله السلامة لمحافظة أبيان لجميع ابناء محافظة أبيان من خطر تفشي هذا الوباء وأنتم قديرون حقيقة بعزيمتكم لمواجهة مثل هذا الفيروس وهذه الجائحة شكرا لكم على زيارتكم ونتمنى إن شاء الله بكل تأكيد ولكن نتمنى إن شاء الله أن تتجنب اليمن بشكل عام ومحافظة أبيان بشكل خاص من هذا الفيروس الخطير شكرا لكم دكتور جمال لمديب أيضا يطف معنا مرة أخرى هنا في مركز العازل نعم يا دكتور هذا القسم قسم الاستقبال وقسم نحن الانترميديا الوسطي الحالات العادية والحالات المستغرة ثم إذا منه يخرج تابع العلاق في منزله ومنها إذا الحالة تدخل للعناية المركزة الآن تشوفه تشوفه الآن حالة مستغرة ونأخذ منها مسحة وإذا ظلت على هذا ممكن نخليه يكمل العلاق ونتابعه على مدى أسبوعين ثم انتظرين النتيجة في حالة ظهور الفيروس فيه في حالة ظهور نحن بن بنشوف المخالطين المخالطين بنشوف المخالطين بنشوف حتى الآن الآن يعني الشبع عزل يعمل لنفسه في البيت نعم نفسه يعمل لنفسه عزل في البيت يعني لمدة حتى تطلع النتيجة نعم نحن الآن معك نعم نعم كما أسلفنا تذكر في مكتبك الآن نحن ميدانين هنا الآن تحدثوا على عشرة سر أو خمسين سرير هو خمسين سرير سرير خمسين سرير عشرة للعناية العشرة والباقية سر الحالات الثلاثين مزودة بصوانة الأكسيجين والدربستاند والأدوية اللي هي يعني حق الحالات الخفيفة والمتوسطة واللبس كمان للطاقم التمريضي والأيضان للقاهز موجود نعم أمامكم والأي لطنال الطباء موجود 24 ساعة ونحن في مركز العزل الصحي هنا في مشفى زنقبار هنا في محافظة أبيان معنا حالة الشباه موجودة معنا دبتورة عرفة لكسين وفا باسمبول يا دبتورة هذه حالة الشباه الشباه كورونا وصلت اليوم الساعة العاشرة ويشتكي من صعوف التنفس وحمى وتم عمله اللازم وعملنا له اللوكسيجين عملنا له وتم عفوحصاته والآن بنعمله الفحص العين إن شاء الله المسحة يعني المسحة عادة ما عملت المسحة بنعمل إن شاء الله بناخد المسحة ونتأكد من الحالة كاشتبهها كوفيد نايتين وش عملتوا اللي قراءت الآن معه الآن علاقاته السوائل الوريدية ومضادات الحيوية وبنشوف الحالة وضعه مستقر في الوقت الحالي ونحمد الله شست إكسري معه عمل عمل فحصات سريرية كامل فحصات ولا عمل سي بي سي وز وإن شاء الله خير إن شاء الله إن شاء الله اسمك؟ محمد ناقي حمد محمد محمد ناقي حمد من فني محمد أنا هنا من جيوب عشاكم كم لك مريم؟ لي أربع يام سبع يام تقريبا سبع يام؟ يعني إيش كانت تشعر؟ كان عندي الله سكرة عظينا ومرة شكرة وعن جوحة والتهابات ودولي علاجات وعن تلعطي كتبة اللون ما حما شفت كتبة قلت نسعر قلت نسعر قلت نسعر للمركز العدل نسعر والآن كيف تأت شار؟ الحمد لله تحسر قفية في تحسر في تحسر الحمد لله كان عندي الكتبة هنا ما فيه الأكسجين ومهما حلاص تعد هدعت هدعت يعني الآن وصلت لكم فقط هذه الحالة في الوقت الحالي هذه الحالة حدا لان ما وصلت من طابل الحالة حلا فيه حالات فيه حالات يتروح حالات أنا بس أنا أدمش ما فيه أدمشان يعني النبي يسوعين ما فيه أدمشان أيها كل حالة ماش يعني مصادق أوبيدي وتروح يوميا لكن ده في حالات تخرج تكون تماما تتشاف وتتعاف وتخرج يعني مطاقم موجود يوميا العشين ساعة عشين ساعة تبدلوا في النوبات أيو تقسم وأيضا الوقاية للحماية اللبس الوقاية والحماية الكل يستخدم الوقاية للمريض للمريض بالفعل لأنهم هم يعني لطباء والتقم تمريضي هم في خط الدفاع الأول أكثر عرضة نعم أكثر عرضة للصابة كل واحد يعمل الوقاية لنفسه وللمريض نفسه بالفعل وعند نوبتك أنا مرابطة يعني مرابطة يعني مرابطة يتقنب الزحمة يتقنب الزحمة تمام ويكون في بيته من الأفضل يعني يكون في بيته ويتقنب الزحمة والاختلاط يعني مش مناسب لهذا الحالات يعني عدم اختلاط أول ما تبدأ عنده مثلا الأعراض يأتي يشوف نفسه وبعني إذا هو حالته مستقرة وممكن في بيته يعمل نفسه عزي يعمل نفسه وقايا يحمي نفسه يبدأ يستخدم الماسك ما يستخدم وسائل الحماية يعني هل هي موجودة متوفرة عندكم وكل شيء متوفرة لديهم نعم نعم متوفرة جميعا نعم يعني يعني مثلا في حالة تعبت بكثرة موجودة اللي يزحق في العيسيو معنا قسم مستقرة لكي الحالة لو تعبت لترقيد يعني هذا القسم قسم الله أيوه هذا قسم الله في الحجرة في العجل أيوه في نساء يحضرنا في نساء أيوه حالاتين عدل الشباب أيوه كيف عملوا معهم معني تعالقوا أيوه عالقواهم دكتوراتكم موجودة تعطي علاقات في أطباعكم ومنعوا بي يعطوا علاقات وتسجل بالسجلات الموجودة معنا واللي تكون حالتها مستغرة وهكذا تعطي علاقات أيش الموجود في هنا في الساعة السريرية الآن جهاز أيش مجهزة في أجهزة في ترموماتر في قياس نضب وتنفس وفي أجهزة للتنفس صراعية كل شي موجود الحمد لله ونوبات تعملوا في نوبات 24 ساعة أيوه في نوبات واستقبلتم حالات من قبل عدة حالات كثيرة أيوه في حالات صابر شفيت حالات حول البيت وتكون تحت المراقبة الحمد لله تمام أتمنى لكم التوفيق النقاح إن شاء الله وأيضا الجهزة السلامة موجودة كاملة تلبكم أيوه مع الأدوية مع الأدوية كل شي لتقنب بالإصابة أنتم بعتباركم أنتم بخطة الدفاع الأول تعتبرون أنتم بأكتر إصابة أكيد هذه لازم نعمل لأقراءات الوقائية كامل بالفعل إذن أعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله وقنبكم الله من هذا المرض وأيضا أنتم تعتبرون يعني من تعملون على علاج مثل هذه الحالات أكيد نعم نساعد في هذا الشيء شكرا جزيلا شكرا ونحن نتجول أيها السادة الكرام مع الدكتور جمال أمديب مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان ومع أيضا الأطباء هنا معنا هنا في غرفة العناء المركزة تعتبر العناء المركزة بالذات بالتحديد وذلك لخطر الإصابة بفيروس كورونا بمعنى للحالات التي تكون أكثر خطورة معنا المسؤول حول هذا القسم نعم الطبيب المناوب نعم تفضل أهلا وسهلا أبراهيم الفقين نعم نعم اليوم طبيب المناوب أكيد يعني إيش مهم عملكم هنا في الإي سيو يستعدادان لأي حالات كنا متواجدين نقوم بعملنا اللي نقدر عليه ظهرت حالات ودخلتوها هنا في هذا القسم قسمة من قبل من قبل العناء المركزة أيه من قبل كش عملت لها عملنا لها الإنعش جهزت الفلتريشن والحمد لله تحسنت الحالات وخرجت بعض الحالات يعني بعد عملية الفحص أيه سي بي أر سي بي أر ظهرت المؤكدة أيه مؤكدة يعني حولتوها إلى هذا القسم أيه العناء المركزة وبعدين اتناينا بالمرضى بعدين خريجناهم نوعية الأدوال الذي تم اتخاذها هنا في قسم العناء المركزة للمريض عندما تسوح ألته أكثر فأكثر بعد عملية الفحص الإيجابي تقولي مضاعتات حيوية وأهم حاجة له التنفس أهم حاجة في داخل العناء بعد التنفس تعطيه مضاعتات حيوية لما يتحسن لما يتحسن تشوفه مع التراقبة مع الجهاز الفلتريشن لما يكون يعني قادر أنه يعني تجاوز مرحلة الخطر بعدين يعني تخرجه من الفلتريشن حبا حبا كما يخرج من الفلتريشن هل كانت في وفيات من قبل؟ في وفيات يعني في المهجر كثير جاءت توفت هنا علينا في المهجر حالتين أو أكثر أو ثلاثة لكن هذه الحالات نعم حالات كانت عندها مضاعفات مضاعفات عندها موارض في القلب ثاني حاجة حالات محولة من عدن كانوا في عدن كانوا يتعالقوا مستشفيات خاصة ثم نقول ثم أقلوا إلى هنا نعم مش عبر يعني من مركز الحميات إلى عندنا كانوا في عدن كانوا مستشفيات خاصة ما يعني نقلوا من عدن من شأن الأكسيجين والتنفس الاصطناعي نعم هذه الأجهزة تعتبر أجهزة حديثة وأيضا جهاز ترفوس متحرك الحالات المتنكلة هذا الجهاز يعني إذا كان بعيد بتقدر تتشلل المتنكل وتقدر تنقضه متنكلة متنكلة نعم يعني محمول نعم والطواقم الطبية النوبات نوبات كل من يجي على نوبات 24 ساعة ولا في حالات قلنا كلنا متواجدين من وإلى عندك بالطواقم قلت يعني 24 ساعة متواجدين 24 ساعة كلنا متواجدين تحت الخدمة إذا في أي حالات أكيد في أيضا من ضمن يعني طاقمكم التبريضي والطباء أصيبوا أكيد في مليان يعني اللي نصابهم منهم الصلاحي هذا هذا نصاب من واحد من المصابي وش فيهم وش فيهم الحمد لله تعداها الحمد لله أنت من أحد المصابين أيضا أنت كنت في خطة دفاع يعني بالتمريض أيها بالله البداية الأولى يعني في الظهور الأولى يعني كنا هنا بظهور حالات أول حالة أتدت إلى هنا كانت اشتباه وأكدوها باشا أنا تعرضت الأصابة بها إنه كنت مختلط بها مباشرة طريقة مباشرة حصلت لي علامات العراض بدايتها زي ارتفاع درجات الحرارة العدم الطعم التذوق بس الحمد لله يعني تقاوزنا تقاوزنا هذه المرحلة مع الأدوية وبنفس الوقت ما يعني عزلت نفسي هنا حوالي 14 يوم هنا وبعدها رقعت مارس عاملية تخدمت الأدوية وتخدمت أدوية الحمد لله والآن الحمد لله والآن وإنهم أول نصبوا بها وإنهم أول نصبوا بها يعني خط الدفاع الأول لأنهم يكافحوا بكل ما أوتوب يقدموا عمل إنساني عمل إنساني وحتى زمي بالقيش الأبيض يعني حياتهم يكون مهددة حياتهم مهددة الخطر هذا كل خدمة الإنسان خدمة ثانية نقدمها ونحن مستمرين في هذا المركز بفضل الله وعاونه وإن شاء الله نتمنى أن يقنبنا الله هذا الوباء ويخفف عننا هذا اللي يشاهدنا نعم إن شاء الله وأنتم بسواعدكم وأنتم أيضا بوقودكم بعزيمتكم بتوقودكم 24 ساعة ستعملون على الحد من تفشيمة هذه الأمراض ونعم مثلا تنصح لكل من يعاني من ارتفاع في درقة الحرارة علي التوقع بوشرة أكيد أكيد هذا أكيد يعني لا الناس يحسبونها نزلة عادية فأي واحد يعني خاصة يتعرض على هذه العلامات والعراض العلامات والعراض الموجودة عليها أن أول حاجة أهم حاجة يعزل نفسه يعزل نفسه هذا خط بداية ومن بعدها يتوقع إلى مركز عزي ما عملتنا أول ما صبت به عزلت نفسي وعليه حتى بعدين ما تأكدت بيه والحمد لله فهذه العلامات والعراض إنها مكانك التبه تؤدي إلى انتشار لعدة لأنك بدأت قسم مع واحد مخالطين كامل فلذلك أول حاجة تعزل نفسك تقنب يعني تتخدم العلامات الأهمة حاجة للقاس اليدين النظافة هذه تتخذ بعدين تتوقع إلى أقرب مركز العازل أو مركز صحي وهم بيفيدوك ويعطوك علاقات حوالي هو مضيط حضارة الفيروس 14 يوريوم من 10 أيام إلى 14 يوريوم الحمد لله هي باتتزول إن شاء الله إلا إذا كانت مثلا زي ما قالوا طباء إذا كان عندهم ضعفات مثلا عنده القلب عنده كده المناعة المناعة كانت ضعيفة ضعيفة يعني ضعيفة كده يسيطر عليها الفيروس يسيطر عليها الفيروس بعضهم الحمد لله عدوا بعضهم كانت منعتهم مناعتهم قوية وفي الجوانب الإدارية هنا في مركز العازل بالتحديد هنا في مشفى زنقبار لتوضيح أكثر تعرف عليك عبدالقادر مدير العازل لداري نعم أستاذ عبدالقادر أنت مدير العازل هنا في هذا المركز حدثنا حول هذا المركز بشكل عام والله هذا المركز الحمد لله يعني فضل الله وبتوقيهات من الآخر اللواء رأيكم أبوكر حسين سالم ومن الآخر مدير عام مكتب الصحة الدكتور جمال ناصر مدي تم تجهيز هذا المركز ولكن في نقوصات كثيرة موجودة في هذا المركز أهمها يجب أن تكون هناك سيارة للأسعاف سيارة الأسعاف غير موجودة في هذا المركز وهذا المركز هو مركز محافظة مش مركز مديري يجب أن تكون هناك في سيارة للأسعاف يجب أن يكون هناك هذا الموازنة التشغيلية لا توجد موازنة تشغيلية منذ شهر عشر لا توقفت الموازنة التشغيلية الكادر الطبي يعني بحاجة إلى غذاء بحاجة إلى مياه بحاجة إلى أصلاحات في هذا المحقر نطالب وزارة الصحة مثلا بوزير الصحة أن ينظر إلى هذا المحقر بعين الاعتبار كونه محقر محافظة والوباء بدأ يستري في هذه البلاد نرجو أن يتفهم وأن يوفر لنا سيارة أسعاف لهذا المركز تكون خاصة بهذا المركز نحن نعتمد على سيارة أسعاف المشفى هذه السيارة الوحيدة التي تقدم خدمة المشفى تقدم خدمة للمركز وهذا غير كافي نحن بحاجة إلى سيارة أسعاف بحاجة إلى ماطور كبير بحاجة إلى أغود بحاجة إلى موازنة تشغيلية لهذا المركز نعم لتشغيل يعني لتنفيذ المهام لتنفيذ المهام المناطبهم يعني الكادر الطبي متواقد الأجهزة متواقدة الحمد لله اليوم الكادر الطبي تشوفيه بمعينه يعني كل متواجدين في هذا المركز يعني ينقصهم الموازنة تسغيلية لتوفير القذاء لتوفير المياه لهم لحتياجة على مدار الساعة الآن صباحهم متواجدين على مدار الساعة الآن صباحهم موجودين في هذا القسم بالفعل هم بحاجة مسالي الدعم بحاجة مسالي الاهتمام أكثر هم يضحب أنفسهم هم يعني في الخط الأمامي في الخط الأمامي لهذه الوباء وبحاجة إلى أن نشكحهم و tenía يدعمهم لو فرهم أقل شيء أدائهم و ماءهم يعني أبسط شيء قبل أن نتوفر لهم ولهذا نطالبهم بتوفير موازنة تشغيلية لهذا المركز نطالبهم بتوفير سيارة تسعاف نطالبهم بتوفير مأطور كبير لهذا المركز لكي يفيد الخدمة لهذا المركز هذا العشرة صح عشرة أسرة هذا عشرة أسرة طبعا وموفرة فيها كل الأجهزة وموفرة فيها كل الأجهزة حتى أجهزة سيارة السيارة الأسعاف موجودة جهاز تنفسي لكن مش موجودة سيارة الأسعاف هذه هي مشكلتنا الآن ونطالب لأخي الوزير بتوفير سيارة السعاف نطالبه بتوفير موازنة شغيلية نطالبه بتوفير ماطور كبير لهذا المحقر خاصبة نحن نعتمد على ماطور المشتشفى وهو غير كافي هذا اللي طالبه إن شاء الله نتمنى أن يوفر لنا هذا وقعتكم صعوبات غير هذه طبعا في البداية وقعتنا صعوبات كثيرة أيها كانت مش موجودة عندنا بعض الأشياء ولكن بتوقيهات الأخ المحافظ حفظ الله ورعاه الذي يولي قلة تماما لهذا المركز رغم مشاقلة الكثيرة رغم مشاقلة الكثيرة على مستوى 11 مديرية بحاجة إلى مياه بحاجة إلى تربية بحاجة إلى صحة إلا أنه دائما تجد متواجد في هذا المحقر يتابع حمومنا ويسهلنا الكثير من الهموم وهو والأخ مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة نعم بالفعل الدكتور جمال أمديب فعلا يعطيه الصحة والعافية وسيدة أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبيان وذلك القهود التي تبدل وذلك من أجل القطاع الصحي وأيضا للحد من انتشار هذه الجايحة نعم صحيح نعم يعني يبدو القهود غير عادية والله العظيم الأخ المحافظة يعني رغم مشاغلة اللي نتقدم متواجد هنا في المساء متواجد في الصباح متواجد الدكتور جمال ناصر نضيبي يسهلنا الكثير المراكز الصحية نعم الدكتور جمال برضو يسهلنا الكثير والكثير من أمورنا نعم وما يحتاجه من نقصان هذا يعمل على توفيرها خلال الأدوية وغيرها كل مكمل كل مكمل لنا وتشهيل أمورنا أظهرت لنا النتائج المسؤولية جماعية هي المسؤولية جماعية طبعا وهذا وباء إجاب أن كلنا تكاتف إذن يعطيكم الصحة والعافية ونتمنى لهذه الصعاب أن تدلل أمامكم إن شاء الله وأن يعني الميزان التشغيلية أن يكون لكم ميزان تشغيلية وذلك لمواجهة مثل هذه الأمراض وأيضا لمرض لهذا الوباء القيحة كورونا كوفيد تسعة عشر وعبركم هنا وعبر تليفزيون عدن أود يدعوه الأخ وزير الصحة بأن يزور هذا المحقر ويشوف علي أن ينزل إلى هذا المحقر أن يخرج من عدن وينزل إلى أبيان ويزور هذا المحقر ويشوف وقعنا ويشوف وقعنا للعيشة نحن اليوم من فعل كافة المحاقر كافة يعني المراكز العسل المستشفيات أن علي أن ينزل الدكتور محمد قاصم بحيبح وزير الصحة العامة والسكان أن ينزل لمثل هذه المراكز التي تعمل جاهدة وذلك لتوفير خدمات صحية لجميع المرضى المصابين بهذا الوباء بفيروس كورونا في هذه الجهود المضنية حقيقة بمكتب الصحة بمدير أيضا هذا المركز العزل وبهولاء الجنود من أطباء من ممارضين هولاء يشكلون خلية نحل متحركة حقيقة وذلك المواجهة خطر هذا الوباء هم مستعدين في أي وقت كان وذلك لتقديم خدمات صحية سواء كان في محافظة أبيان مثل هولاء الجنود الذين يبدلون قصار جهدهم لجميع المرضى وذلك من خلال تقديمهم العناية والاهتمام بهم وأيضا بمعنى إعطائهم العلاج الصحيح لهؤلاء المرضى نسأل الله السلامة حقيقة للجميع المرضى وأيضا لجميع أبناء الشعب اليمني من خطر تفشي هذا الوباء وأيضا هنا جهود حتى تبدل في محافظة أبيان وغيرها من المحافظات جنب الله خطر هذا الوباء وكذلك أيضا أيها السادة الكرام هذه يعني إرشادات لكم أنتم بالتباعد عملية التباعد وأيضا تجنبا لحدوث انتشار هذا الوباء وأيضا لأن نضافة وغسل اليدين باستمرار وأي شخص تظهر لديه هذه العراض يتجى مباشرة إلى أقرب مشفى أو مستوصف طبي شكرا جزيلا على حسن صغير والمتابعة كنا نواياكم في هذه اللقاءة الميدانية في محافظة أبيان تعرفنا من خلالها على الدور للقطاع الصحي نلتقيكم إن شاء الله في لقاءة قادمة وفي آمن الله أسعدكم اشتركوا في القناة